بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا قمر بن حاشم يا أب الفضل العباس ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام قلنا في الحلقة الماضية أن نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نهضة خططت تخطيطا إلهيا وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سار على منهاج جده لبيان مشروع السماء والمشروع الإلهي لتثبيت دين الله ولتثبيت عبادة الله والحفاظ روح الإسلام حفاظا عليه أن يكون روحا طيبا وتبقى قيم الإسلام محفظة تعلمون أيها الأحبة أن جميع المسلمين اتضحت لهم الصورة أن زمان بني أمية انحرف عن الجادة انحرافا فاحشا نحن نعلم أن الخط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله هو خط العترة حينما أوصى نبينا صلى الله عليه وآله بالخلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه الأمة لم تمتثل امتثالا حقيقيا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسارت ونحت الخلافة إلى مرحا آخر إلا أن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم بقي صبر في تلك الحقبة واكتفى بتنفيذ هذا المشروع خارج مشروع السلطة وهكذا استمرت هذه القضية إلى أن جاءت الأمة إليه وحكم في تلك الفترة القليلة قرابة أربعة سنوات ونصف ثم جاء الإمام الحسن عليه السلام وأقتضت المصلحة للمسلمين وللإسلام أن يقوم بصلح مع أعتاطغات بني أمية ومع ذلك الإمام الحسن عليه السلام والإمام أمير المؤمن صلى الله عليه وسلم لم يشهر السيف بوجه من غصب السلطة فالسؤال هنا لماذا الإمام الحسين عليه السلام قام بالسيف وهذا في الواقع أيها الأحبة الكثير يستشكل يقول لماذا لم يسير على سيرة ومنهاجي الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن وما هو الفرق بين معاوية وبين يزيد عليهم لعائن الله في أيام يزيد القضية لم تبقى على ما هي عليه على ما هي عليها في أيام الإمام الحسن وأيام الإمام أمير المؤمنين حيث أن يزيد أظهر وأعلن الفجور وانحراف العقيدة وضياء القيم والمبادئ الإسلامية وكاد الإسلام أن يموت في تلك الأيام لذلك نرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيّن ذلك قال أرى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه المسألة في زمان الإمام الحسن عليه السلام الناس كانت تعتقد أن معاوية بعضهم غرر به أنه رجل صحابي أو غير ذلك من الهالات التي رسمت له إلا أن يزيد متجاهر بالفسق وهذا أمر خطير أن المسلمين يقول أمرهم إلى أن يتسنم ويتزعم السلطة الإسلامية العليا لهي الخلافة شخص مثل يزيد لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه إن برى لذلك وهذه المسألة مسألة واضحة عند المخلصين من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وآله في حياته كان يقول ما لي وما لي يزيد كان يذكر في روايات معتبرة أن يزيد سيفعل بالإرث الإسلامي بمشروع النبي صلى الله عليه وآله تلك الأفاعيل لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه رسم لنا طريقا وأسس لنا قاعدة مهمة أيها المسلمون إذا صار الدين بخطر فعليكم أن تدافعوا عنه ولو كان بأسكى وبأغلى الأثمان وهل هناك أسكى وأغلى من دم سيد الشهداء صلى الله وسلامه عليه والثلة التي كانت معه أولئك المخلصون الذين إذا أردنا أن نعرف مقاماتهم علينا أن نستمع إلى ما قاله الإمام صلى الله وسلامه عليه الإمام الحسين حينما قال والله ما رأيت أوصل وأبر وأوفى ما رأيت أهل بيت أوصل وأبر وأوفى من أهل بيتي وما رأيت أصحابا أفضل من أصحابي فعلا أولئك الذي يصفهم الإمام الصادق عليه السلام قال عظم الخالق في نفوسهم فصغر ما دونه بأعينهم فأنظر إلى هذا الدرس وإلى هذا العطاء الحسيني الذي رسمه للعالم أجمع للإنسانية جمعا حيث نرى كثير من الذين يبتعدون عن خط الإسلام انتفعوا بالمبادئ الحسينية السامية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المؤمنين للسير على خطى سيد الشهداء والتهيئة لولده الإمام الحج عدل الله تعالى فرجه الشريف لإكمال هذا المشروع المشروع المحمدي الأصيل نسأل الله لنا ولكم التوفيق لإحياء ذكرى سيد الشهداء الحسين عليه السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر